اشتركوا في القناة كسائح وصلت الى داخل اوروبا او الى المانيا ايش الواحد ممكن يدور عليه اول ما يوصل اقول لكم اكيد بيدور على السوبر ماركت طيب وين السوبر ماركت اللي يكون اسعاره معقولة لكل سائح لان كل سائح بيوصل على المانيا او على اوروبا او على اي بلد يحاول انه يبحث على سوبر ماركت اسعاره معقولة واسعار كويسة له وهذا السوبر ماركت يعتبر من ارخص السوبر ماركتات الموجودة في اوروبا وفي المانيا سوبر ماركت اسمه ليدل ليدل فيبه العديد من الاشياء سوى كانت الخضار الفواكه سوى كانت الالبان كل شي بتحصله داخل ليدل كمان موجود في سوبر ماركت الحلويات بس الحلوية طبعا فيه كمان موجودة الحلال وفيه كمان غير حلال انا بحط لكم في صندوق الوصف الفيديو اللي نزلته بحيث انك تعرف كيف تتعرف على الحلويات الحلال في اي سوبر ماركت تدخله في اوروبا انا قد شرحته من قبل وبحط لكم اياته في صندوق الوصف كذلك مثل هذا كمان مخبز صغير موجود في السوبر ماركت فيه بأنواع الخبز وهو برضو كمان ارخص من المخابز العادية الموجودة خارج السوبر ماركت كمان موجودة انواع البيتزا طبعا في بعضهم حلال وبعضها غير حلال وهم يكتبون لك فوقها اسعارها معقولة شوفوا يورو 63 سنت لكل بيتزا يعني اسعار حلوة كثير بالاضافة الى انواع اللحوم ولكن طبعا غير حلال يعني مدبوحة ليست على الطريق الاسلامي كذلك موجود مجموعة من السلة الكبيرة يحطوا فيها الاغراض اللي هم بيخفضوها ويحطون اسعار مخفضة عليها ممكن تستفيدوا من هذه العروض كمان في مجموعة من الاسماك على اشكال مختلفة سواء كانت للاطفال على شكل نجد او كمان قطع مثل اللكس واسعارها مثل ما تشوفون 2 يورو 4 يورو 3 يورو اسعار يعني اكحسن بكثير من بقية الاماكن هذه الاسماك سواء كانت اللكس 6 يورو 78 سنت والنوع الثاني برضو 4 يورو 84 سنت سواء كان اللكس الاحمر او اللكس الابيض كذلك موجود الروبيان ب7 يورو 75 سنت للكيسة احيانا تكون فيها 250 جرام او 400 جرام فيه كمان مواد التنظيف بتحصلونها بكل الانواع ودائما تتخفض شوفوا هذا مثلا الحق الحمام 95 سنت وبقية الاغراض كمان موجود اسعار مخفضة ودائما مثل ما قلت لكم السعر المخفض هو باللون الاحمر بيخطوه دائما باللون الاحمر كذلك بالنسبة للحوم فيه لحوم نباتية هذا مثلا هذا اللحم نباتي بيورو 5 سنت بتشوفون مكتوب عليه فيغان يعني شكله لحم ولكن هو خضار عبارة عن خضار للناس النباتيين اللي ما يأكلوش اللحمة فعاملينه على شكل لحم يعني هذا عاملينه على شكل هامبورغر ممكن الواحد يعمله هامبورغر وكمان اشكال ثانية اخرى مثل السوسج النقانق برضه موجودة للاطفال اللي ما يأكلوش كمان سواء كانوا كبار او اطفال المهم انهم ما يأكلون اللحوم نباتيين فهذا اللحم لهم كذلك في بعض اللحوم لازم لواحد يحرص لانه في هذا الخنزير لحم الخنزير طبعا انتو بتحصلون صورة الخنزير موجودة على حتى اللي ما يعرف يقرأ ممكن يشوف الصورة فقط مجرد انه ما يشوف الصورة يعرف انه هذا لحم خنزير مثل هذا مثلا نشوفوه الصورة موجودة انه خنزير يعني واضح مش محتاج ان الواحد يقول انا ما عارف اقرأ او شي هذا كمان رومي ديك رومي برضه الصورة موجودة فوق اللا انه ديك رومي وهذا دجاج برضه الصورة موجودة تبين انه صورة دجاج يعني مش هتقدر يعني حتى لو ما تعرف اللغة ممكن الواحد يعرف من خلال الصور انه هذا لحم خنزير وموجود على كل العلب او كل الباكتات هذي اللي هو اه في السلامي او في المرتدلة هذي المرتدلة فيها كلهم فيها صورة الخنزير حلشان يبين لنا انه هذي لحم خنزير ما حد يشتريه كمان موجود التون التون فيش التونة موجودة كمان واسعارها كثير رخيصة يورو وعشرة سنت فيه كمان هنا عبوة باربع علب موجودين كمان واسعارهم تكون اقل يعني يورو خمسة عشر سنت علبة التونة يعني اذا حسبناها على كل بلد يحسبها على حسب الصرف تكون اسعارها اعتقد نفس اسعار بلدان العربية كمان هذا الانواع الخضار المعلبة انواع واشكال بالنسبة للرز الرز طبعا عندهم يعني بالخالص يعني مش كويس في سفر ماركت دوري الرز على أنواع الرز وهو سفر ماركت سواء كانت تركيا أو سفر ماركت العربي انا ان شاء الله في يوق لكم بعمل لكم جولة على السفر ماركت العربي لانه بصراحة انا جربتهم من سنين الاروز اللي موجود في عند علبة اوو في القلدي او في اي مكان من السفر ماركت الاوروبية بالخالص ما عجبنا ابدا لذلك انا بعملكم جولة ان شاء الله في الاماكن اللي موجود فيها الرز الكويس وانواع الرز وانواع الاشياء الاخرى اللي هي حلال هذا وفي الاخير ان شاء الله تكونوا استفدتم من هذا الفيديو ونقلت لكم صورة عن الاسعار للسوبر ماركت وارخصها لان في اشياء كثيرة انتو ممكن تحتاجونها مو موجودة في السوبر ماركت العربي لهذا افضل سوبر ماركت فيه هو هذا اللي دل وفي الاخير تشوز